متى الفكراتي ياخد جراش؟ شرتم كيف اضرب واكمل وسوي زي كده هههههه والله الكدر قوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاتكم في حالكم شباب ان شاء لكم بخير جاءت لكم مقطع جليت اليوم المقطع بيكون عن عبارة شرح لعدونات الكدر جليت بشكل كامل وبتفصيل من المل زي ما عودكم طبعا وعدرين طبعا على التأخير كل مرة ومفرض ان نزل المقطع من اول يومين كده ينزل الكدر بس اني تعرف ان اتأخر طبعا انا بشرح لكم ادونات الكامون اول وبعدين ببدأ بالصفرة والخاضرة البنفسجية بدن الحمرة ما بطول عليكم يلا الادونات عندي اول ادون هالي الادون يقول لكم اذا كنت حاط لي جهاز في الماب وانحركت بشكل كامل الجهاز ما يداعي اني اضربه هو ينكسر اوتوماتيك هذا الادون ترى رهيب يجمع الكامون ولو زي الساعة شكله لادون الثاني الكامون يقول لكم اذا انحركت انا ككيلر اللي بدت يعني الترجع بنسبة 25% اسرع يعني اذا ان انا انحركت الحين يرجالي اللي بدت بنسبة 25% اسرع خال اختصار لادون للسرع ادون الكامون الثالث هذا يقول لكم ادخلت التليبورت نفس النفق حق الكيلر وطلعت منه يطلع للسيرفايفور نبضات القلب حق الليجند وطول بنسبة الثانيتين زيادة يعني هول كده لسطا انما يطلب النفق ايه يبان للسيرفايفور نبضات القلب حق التليجند هالي زوده لوقت ثانيتين ادون الكامل الاخير هذا يقول لكم اذا كان فيه جهاز في الماب بحطوط يعني في الماب اول ما تطلع من النفق حق الكيلر تقدر شوف اور الجهاز لمدة 3 ثماني يما يكونو في الارض طبعا انا اتوقع كل الاجهزة في الماب لانهو مكتوبة اولس يعني كل الاجهزة في الماب شوفوا الاورا حق الجهاز ادو الاصفر هادا هذا يقول لكم اذا طلعت من التليبورت نفسه من الحفرة وكان فيه جهاز قريب مني يخرب الجهاز اللي عندي وياخرر تقريبا لمدة ثانية عشان يشتغل يعني هو كام تقريبا ثلاث ثواني عشان يشتغل يخربه ثانية زيادة يعني اربع ثوانية بعده يشتغل الجهاز عادي شوفوا انا في المقطع انا حركت اصلا ادو الاصفر هادا هذا الادو يقول لكم اذا كان فيه جهاز قريب مني وكان يحرقني مثلا كم نقول متر قريب ما ثمانية متر حالي نقصى لي مترين زيادة يعني يصير ستة ممتر عشان يحرقني يعني اكون لازم مرة مسافة قريب يعني شوفوا مثل المقطع طالعوا لكم لازم اكون قريب مرة عشان يحرقني وطبعا السيرفايفور يشوف المدى يعني اذا كان هو يكون المدى ينقص للسيرفايفور يعني يشوف السيرفايفور نفسه اذا حط الجهاز في الارض يبان اصلا للسيرفايفور هذا اختصر لدنا للسري اذا الاصفر هذا شبه السماع نقول اذا كنت انتحت في الارض في التليبورت نفسه في النفق وفيه سيرفايفور فوق يركض اسمى صوت خطواته ونفس الوقت اشوف السكراتش حقه باللون الاصفر ولا البرتقالي زي ما واضح لكم في المكتب برتقالي واضح لكم انه يركض تحت فوق وانتحت طبعا يبان يبان لكم اللون البرتقالي مسافة ستة متر يعني اكون انا قريب منه ستة متر اكدر اشوف قطواته هذا اختصر لدن ادل الطاقية الصفرة هادة هذا يقول لكم إذا كان في جهاز في الماب وكان سيرفايفور قريب ستة عشر متر من الجهاز والكدر خرب الجهاز يصير للسيرفايفور بلايندلس يعني ما يقدر يشوف السيرفايفور واحد متعلق وحد طائح في الارض ما يقدر يشوف هنا مده 25 ثانية ادل الصفر الاخير هذا هذا يقول لكم اذا كان في جهاز في الماب وقربتها يعني يكون مثلا كامر رقم أربعة يقدر يشون نفس الالسيرفايفور يصير ثلاثة ويتأخر فوقها عشر ثواني يرسبون الجهاز كده خلصنا ادونات الصفرة بروح ادونات الخضرة اول ادون من ادونات الخضرة هذا يقول لكم اددخلت الحفرة ولا هو التليبورت نفسه حق الكيلر وطلعت من الحفرة نفسها يجيني سرعة قمسة بالميل لمدة ثلاث ثواني ترى يا جماعة ما هي شينا ترى السرعة حق الكيلر التي جي لا تحسبني ثلاث ثواني ترى تقولوا او بمر قصيرة تخلص بسرعة لا ترى سرعة ترى يجي منها ترى ما هي شينا بعد جينا الحين للأدونات الكويسة هذا الأدون الأخطر يقول لكم اذا ضرب بالذيل بيكت وانا مضعيت المدنق وضربت سرفايفور يجي الهامريج الهامريج يدي هاي اللي ينقصر هي الحقة والما يعرف اش مانات الهامريج نزيف حد للسرفايفور يعني ما هي اللي ينقصر هي الحقة هذا اختصر الأدون جينا لأدون الثالث الاخطر اذا شلت جهاز في يدي يجيني مفعولا مفعول الأول ان يكون بطيء وانشاء الجهاز ومفعول الثاني اكزوست هون ردي أصلا يكون مفعول هذا موجود عندك لما تشي الجهاز بس لما تحط الجهاز في الأرض ثلاث ثواني يجيك المفعول هذا والله يكون بطيء والاكزوست والله ما عندك ددهار ولا سبرانت ولا بركات السورة بشكل عام يعني طيب عندنا الاذر الأخضر هذا هذا يقول لكم اذا كنت انا وضيته الذيل ضربت سرفايفور وانا بضيته الذيل طبعا اضربه بالمتون وبالأمون يجيني المفعول المانقل والله هو نصو سلوبي المفعول هذا اذا يهيل سرفايفور يصر هيله بطيء ولا يهيل الخوية اللي هيل بطيء هذا اختصار الأدون الأدون الأخضر لخير هذا الزيت طاقية هذا يقول لكم إذا كان فيه جهاز يحرقني في الماب يحرقني بنسبة 35% أبطع يعني ما يحرقني بسرعة هذا اختصار الأدون كده خلصنا لدنات الخضرة بروح لبنفسجية أول أدون من الأدونات البنفسجية هذا يقول لكم إذا كان فيه جهاز قريب من الجني 16 متر يصير الجني لونه أبيض يتحول طبعا لازم أكون في الحفرة التليبورت ولو طبعا السرفايفور شال الجهاز يروح مفعول هذا الأدون هذا الأدون البنفسجية رهيب هذا يقول لكم إذا كنت عن وضعية الذيل وأنقز وندو يصير الفولد الوندو أسرع بنسبة 30% أسرع هذا الأدون رهيب بس لازم أكون وضعية الذيل إذا نقزت الوضعية العادية ما يتفعل الأدون لازم أكون وضعية الذيل زي ما طالع لكم في المقطع وأنقز الوندو يصير سرعة نقزة الوندو 30% أسرع عندنا الأدون بنفسجي هذا الثالث هذا يقول لكم إذا كنت داخل الحفرة التليبورت نفسها قدر كلا يقدر تنقل منها وطلعت منها وطلبت سرفايفور خلال 10 ثواني أي سرفايفور 24 متر يصارخون في الماب واشوف المكان هم وين بس لازم أكون شرط إن أطلع من الحفرة بعد 10 ثواني على طول أضرب واحد عشان يتفاعل الأدون أنا شوفه يعني شوي صوب إنه تفاعل هذا الأدون الأدون البنفسجي الأخير هذا يقول لكم إذا كان في جهاز في الماب وانحركت بشكل كامل يصير عندي بتكتبول يعني بدون دقات قلب أبدا يعني ما يصير عندي لا نور أحمر ولا دقات قلب السرفايفور ما يدرون ويني لمدة 20 ثانية هذه الأدونات البنفسجية خلصتنهم باقي أدونات الحمرة إذا يتفاعل الجيني في الجيم يتفاعل هذا الأدون إذا كان السرفايفور قريب من الجيني اللي تفاعل أو قريب من الحفرة حقتي 10 متر أقدر أشوف الأور السرفايفور كلهم في الماب 15 ثانية أدون الأحمر الأخير هذا يقول لكم هذا الأدون إذا دخلت الحفرة عندي 20 ثانية أول ما أطلع من الحفرة يكون عندي كلدون 20 ثانية الكلدون هادو شي يسوي إذا سرفايفور رمى بلت علي كان فول هيل يصير مصاب على طول يجي لإدامج على طول بدون أن أضربه أطلع استنى بلت خلص يجي لإدامج على طول وإذا كان هو مصاب يصير مند طيب يجيني واحد يقول طيب هو يطيح في الأرض لا ما يطيح في الأرض يصير عليه مند ما يطيح في الأرض جربتنا يعني قبل براويكم المقطع يعني بعد شوفوه ما يطيح في الأرض وزيما تطالع لكم يرجع للمند من الصفر فهذه الأدونات الكيلر كاملة طبعا كده خلصتنا أدونات الكيلر الجديد أتمنى كان الشرح واضح لكم وكل شي كان واضح لكم مع الأدونات ومع الصور المقطع يعني كلها اللي أنا حطيتها لكم في المنتج وأتمنى أني ما نسيت ولا شيء وإذا نسيت طبعا شيء أكتبولي طبعا في الكومنتات أنا ممكن أنزل شيء يعني وطبعا أنا بشرح الكيلر بشكل كامل القدراته الخاصة بشرح لكم كيف طريقة الاستعمال الكيلر كيف تكنتر الكيلر هذه الأمور كلها إن شاء الله مقطع جاي ومو هذا المقطع فممكن المقطع الجاي وممكن لبعض أتمنى فأنا ما أدري وطبعا أنا ما ودي وطبعا أنا ما ودي يكون المقطع قصير بعد وحط لكم قيم أنا لعبت اليوم وحط لكم جايم وكان قيم حلو للamانة وينا لسا لفتريح يلعنا يا كواو حسنا سكول المترجم للقناة 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 المترجم للقناة